اشتركوا في القناة ومواقف خاصة بهم وهو ما تعكسه مثلا الاوشام الموجودة على جسد او ليونيل ميسي او ليبرون جيمس او سيرجو راموس لكن في الوقت ذاته هناك عدد كبير من الشخصيات الرياضية رفضت الامر بشكل قاطع واصروا على عدم وضع اية اوشام على اجسادهم لاسباب مختلفة وهو موضوع فيديو اليوم من قناتكم ميتسبورت بحيث سنعرض اشهر عشر رياضيين لا يضعون الاوشام على اجسادهم قبل ان نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الاعجاب الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم لعام الفين وثمانية عشر والنجم الذي احتل مكانة فريدة بين لاعبي الوسط في السنوات الاخيرة وان كان هناك شيء يميزه طوال مسيرته الكروية الممتدة حتى الان بخلاف ادائه الرائع داخل المستطيل الاخضر فهو ابتعاده الدائم عن اثارة الجدل وشخصيته الهادئة التي لربما كانت السبب الرئيسي في عدم لجوئه لرسم الاوشام على جسده فنجم ريال مضريد والمنتخب الكرواتي لم تلتقطه الكاميرات ابدا حاملا لأي رسم على جسمه طوال مشواره وعلى الرغم من عدم تطرقه للحديث عن ذلك لا من قريب ولا من بعيد الا ان بعض التقارير اكدت انه يعتقد ان طباعه الشخصية لا تتماشى ابدا مع فكرة رسم الوشوم حبيب نورما جوميدوف احد الاسماء الكبيرة في رياضة الفنون القتالية المختلطة ام ام اي والنجم الذي تصدر عنوين الصحفي في اكتوبر الماضي عندما هزم خصمه الاشهر الارلندي كونور ماك ريغور ليحافظ على لقبه في الوزن الخفيف بمنظمة يو ايف سي وعلى سجله خال من الهزائم في 27 نزالا فاز بها جميعا حبيب مسلم سني وبحكم نشأته المسلمة فهو لا يشرب الكحوليات ودائما ما يظهر التزامه الديني حيث يعكف على نشر السور والايات القرآنية على حسابه في انستغرام كما سبق له ان ادى مناسك العمرة ويرفض اجراء القتال خلال شهر رمضان بسبب التزامه بالصوم وكان طبيعيا ان يصحب كل ذلك ابتعاده عن رسم الوشوم عن جسده ايكر كاسياس احد نجوم كرة القدم البارزين والحارس الذي صنع التاريخ مع نادي حياته ريال مدريد طوال مسيرة رائعة شهدت العديد والعديد من الالقاب والتتويجات اضافة الى الكثير من الامور الشخصية التي يمكننا الحديث عنها واحداها هي عدم ظهوره طوال مشواره الكروي باي وشم على جسده فالقديس غير مهتم بتلك الامور ولا يؤيد فكرة رسم الوشم وان كان هناك العديد ممن زملوه في فريق واحد اقبلوا على اتخاذ تلك الخطوة فهو لم يلقي لها بالا نظرا لتمتعه بشخصية بسيطة وهادئة لا تستهويها صيحات الموضة والامور المشابهة كما انه يرى ان هناك العديد من الاشياء التي تستحق الاهتمام في حياة اللاعب الكروية بعيدا عن المظهر الخارجي وطباعة الوشوم اذا كنت متابعا جيدا لرياضة التنس فبالتأكيد انت من عشاق واحد من بين هذا الثلاثي الذي يحتل المراكز الثلاثة الاولى في التصنيف العالمي للاعبي التنس ويهيمن على جميع الالقاب الكبرى لهذه الرياضة منذ سنوات طويلة وبالحديث عن هذه اللعبة يجب ان تعرف ان مسألة طباعة الوشوم غير منتشرة بكثرة بها مقارنة بباقي الالعاب حيث تصل نسبة مستخدمي الوشوم من ممارسي التنس الى 9% فقط ولعل السبب في ذلك يعود الى ثقافتهم الشخصية وخلفياتهم الاجتماعية حيث تشتهر لعبة التنس بارتباطها بالطلقات العليا كما ان لاعبي التنس يهتمون بالجانب الصحي بشكل اكبر من باقي الرياضات لذلك نجد المصنف الاول عالميا جوكوفيتش لا يفضل رسم الوشوم ونفس الحال بالنسبة لصاحب المركز الثاني نادل الذي سبق وانصرح قائلا لن استخدم الوشمة ابدا انا لا احبه كما ان غريمه التقليدي الاسطورة فيدرر صاحب المرتبة الثالثة والذي يصنفه الكثيرون كافضل لاعب في تاريخ اللعبة يسير على نفس النهج نجم المنتخب الويلزي وجناح ريال مدريد الحالي لا يفضل هو الاخر طباعة الوشوم على جسده كما انه لا يرتدي اي قطعة ذهبية على حد قوله وقد كشف بيل عن الاسباب التي دعته الى رفض استخدام الاوشام مؤكدا ان والده فرانك هو من يمنعه من طباعة اي شيء على جسده او ارتداء المجوهرات والسلاسل الذهبية لسبب طبيعة عمله كموظف في احدى المدارس والتي تقتضي ان يكون ابنه مثالا يحتذا به للاطفال الصغار كما تطرق نجم توتنهام السابق لموقف محرج حدث له في الماضي حيث قال انه ذات مرة ارتدى اقراطا ذهبية في عشاء عائلي ببلدته كارديف الا ان الامر شكل صدمة لوالده والذي بدأ يرمقه بنظرات الاشمئزاز والغضب مما دفع بيل لعدم تكرار ذلك مرة اخرى ثنائي الذهب الذي زين خط وسط برشلونة ومنتخب اسبانيا لسنوات طويلة بصما خلالها على مستويات خرافية دفعت السير اليكس فيرغسون للتصريح بشكل علني في وقت من الاوقات انه يخشى وجودهما عندما يواجه البارسة اكثر من ليونيل ميسي او اي لعب اخر نبدأ بالرسام واحد افضل من داعب الكرة في مركزه فمن منطلق طباعه الهادئة وعقليته التي لا تؤمن سوى بالتركيز داخل الملعب لم يضع ان يستأي وشم على جسده وبهذا الصدد صرح قائلا في وقت سابق انا لست من هؤلاء النجوم الذين لديهم وشم لا احب ذلك اما زميله ورفيق دربه لسنوات عديدة زرقاء اليمامة فابتعد هو الاخر عن رسم الوشوم ورفض الانصياع وراء تلك الموضة التي انتشرت بشكل كبير مؤكدا انها لا تتناسب مع افكاره فهو شخص لا يحب الامور الملفتة والمثيرة للجدل بول بوكبا النجم الفرنسي دائما ما يحرص على خوض المباريات بتسريحات غريبة ومتغيرة مما يجلب له العديد من الانتقادات لحجة انها تؤثر على تركيزه لكنه ابدا لم يكن من المفضلين لرسم الوشوم على جسده ويقول بوكبا في تصريحات سابقة لصحيفة تايمز في طفولتي تأثرت بالكثير من الشخصيات الخيالية لذا احب ان اصبغ شعري بألوان رموزهم لكني لا ارسم الوشم لأسباب دينية كما لا اراه مناسبا لي لانه لا يناسب البشرة السمراء واضاف ضاحكا لا يمكن للرسم ان يظهر على بشري واختتم حديثه قائلا احب الوشم وتلك الفنون المتعلقة به واشاهدها لكنني لم ولن ارسم على جسدي الجدير بالذكر ان نجم منشستر يونايتد يفتخر باعتناقه الدين الاسلامي ورغم ان هناك نجوما مسلمين يحبون طباعة الوشوم كاوزل مثلا لكن الجانب الديني في حياة بوكبا كبير ويهتم به جدا وهو السبب في امتناعه عن الوشوم كيليان بابي على عكس شريكه في خط هجوم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا لم يضع الموهوب الفرنسي الشاب اي او شام على جسده حتى الان ولا يمكن التنبؤ ان كان موقفه سيتغير مع مرور الوقت ام لا خاصة وانه ما زال صغيرا حيث يبلغ من العمر عشرين عاما فقط فكم من النجوم الذين تألقوا في سن صغيرة ومع مرور الوقت التفت لعديد الاشياء الجانبية كالوشوم وغيرها لكن في حالة بابي يمكن القول حاليا ان اللاعب ليس بحاجة للفت الانظار ولا يشغله سوى اداؤه الفني داخل الملعب ومسيرته المهنية حيث سبق وان المح الى ذلك في بعض من تصريحاته عندما اكد انه متفرغ لمسيرته الكروية ولا يهتم باي جوانب اخرى فيما كان لبعض الصحف رأي اخر بهذا الشأن وهو ان بابي يحاول السير على خطى ملهمه في طفولته البرتغالي كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بالابتعاد عن رسم الوشوم محمد صلاح ليس لدي وشم ولا اغير تسريحة شعري ولا اعرف كيف ارقص اريد فقط ان العب كرة القدم بهذه الكلمات علق الفرعون المصري عند سؤاله عن بعض الامور المتعلقة بمظهره الخارجي وحياته خارج المستطيل الاخضر وهو ما يفسر التألق التصاعدية لجناح ليفربول منذ بداية مسيرته والمستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب في السنوات الاخيرة من وجهة نظر وسائل الاعلام والصحف العالمية التي لطالما اشادت بشخصية افضل لاعب افريقيا في العامين الماضيين وسلطت الضوء على التزامه الديني الذي يمنعه من طباعة الوشوم وشرب الكحول حاله كحال بعض من النجوم المسلمين المتألقين في القارة العجوز كاساديوماني ورياض محرز وانجولو كانتي الذين يتجنبون ايضا وضع الاوشام على اجسادهم كريستيانو رونالدو بالتأكيد كان لابد ان يتصدر النجم البرتغالي هذه القائمة ليس بسبب اسطوريته وشعبيته الجارفة في الوسط الرياضي فحسب وانما كنتيجة ايضا للجانب الانساني الذي يقف وراء ابتعاده عن رسم الوشوم فبعد ان انتشرت العديد من التفسيرات حول هذا الامر ورجحت بعض الصحف ان رفضها الداف ريال مدريد التاريخي للوشم هو لمشاركته المستمرة في الاعلانات والظهور بجسده ترويجا لمنتجات وماركات مختلفة او للحفاظ على لياقته البدنية خرج صاروخ ماديرا ليفسر الامر بنفسه مؤكدا انه لا يحب الوشوم ولا يحملها على جسده ولن يقوم بوضع مثل تلك الاشياء في اي من الاوقات بسبب حرصه على التبرع بالدم بشكل دوري وتواجد الوشوم على جسده من الممكن ان يعرضه لخطر العدوى بالامراض المختلفة كما ان الوشم يجبر حامله على الانتظار اربعة اشهر من تاريخ طباعته حتى يتمكن من التبرع بالدم الجدير بالذكر ان البرتغالي كان قد قاد حملات متعددة بهذا الشأن وكان دائما ما يحرص على مشاركة ذلك الجانب مع متابعيه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ان اعجبك هذا الفيديو من قناة ميت سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الاعجاب والاشتراك بالقناة ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات